عقد رئيس مجلس الوزراء مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية التي تنفذها وزارة الإسكان وجه مدبولي بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال ثلاثة أشهر كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المواطنين المتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم وتم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جاري صرف مليار ومئة واثنين واربعين مليون جنيه للمستحقين في محور عمر بن العاص فضلا عن توقيع العقود مع المستحقين بأحواض جزائر قسم أول وجزائر قسم ثاني وبحر جمصة والخليفة والبوهات على أن يتبقى اثني عشر حوضا تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها وسيتم الصرف خلال ثلاثة أشهر كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحور عمر سليمان وكمال عامر حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين وجاري الاستكمال